كمي سامية خليل البرهو من المكون العربي أنا من أهالي ديريك عمري 32 سنة أنا من الـ 2020 شهر الأول انضميت على حركة المرأة كونغراستار بصراحة قبل السورة كانت المرأة مع دومة الحقوق نحن كمكون عربي حقوقنا دائماً ما فيه كان فيه ظلم كمكون ذكوري على الإناس ما كان إلي حقوق ما كان تاخذ كل حقوقها يعني مثلاً كنا معدومين يعني ما كنا نعرف شي من حياتنا ما كان عندنا إرادة قوية ما كان عندنا إرادة أنه تخلينا مثلاً ندافع عن حقنا كنا عم نشتغل بالتشول مثلاً بالتعشيف بالحصاد بالتبن بالهيك شغلات بس بعد ما صارت السورة 2011 بروش آبا يعني عطتنا حقوق طبعاً صراحة قبل السورة أنه كانت النساء عم تشتغل بشغلة تشول يعني عم يطلعوا على التشول على الحصاد على التبن على هيك شي والذلم كانوا قاعدين الرجال كانوا قاعدين بالبيت يعني ما عم يشتغلوا لا شغلة ولا عملة طبعاً حتى ترباية الأولاد حتى شغل البيت حتى الشغل اللي خارج البيت يعني دائماً كله على عاتق المرأة يعني حقوقنا دائماً كانت صفر يعني نحن كان يعني شقد ما كنا عم نشتغل كانوا عم يقولوا إنه شو شتغلتو شو عملتو شو ساويتو يعني يعني نحن دائماً يدمروا من معنوياتنا عم ينزلوا من معنوياتنا عم يخلوا يعني نفسيتنا تتعب يعني كانت يعني كنا يعني مثل ما يقول أنه عم نشتغل نشتغل وما حدا عم يقول يعطيكنا العافية بهذا الشي أنه نحن نفسيتنا عم تتحطم نحن نفسيتنا عم تتعب فهذا الشي يعني صراحة يعني كان يأثر علينا على النفسية على الهرمونات على الفكر على الحياة يعني كانوا عم يجوزوا بناتهم بعمر الأربع طع السنة يعني حتى ما كانت شو شي من حياتها بسبيل أنه عاداته التقاليد أنه عاداته التقاليد أنه الزلمة يقعد بالبيت والمر عم تشتغل وأي الشي بيصير بيقولوا أنت تربايتك أنت هذا الشغلك أنت عملتي أنت أنت يعني بصراحة هذا الشي كان عم يأثر علينا كنساء عربيات بصراحة يعني كان يعني كثير قاسي علينا بالألفين وداعش صارت الثورة يعني بصراحة نحن ما كان عنا القدرة وشجاعة أنه نحن مثلا نفوت على المؤسسات نشتغل شغل بين الإداريين وبين المؤسسات كان في عنا خوف بصراحة يعني تضل هذا الخوف معنا لحتى ما يعني بعد بعد الـ 2017 صار في استشهاد أخوي وقته أنه شفت شقد فيه نساء عم تجي وعم تشارك مع الرجال وعم تعطي قيمة لحاله وعم تعطي معنويات عم تدافع عن حقوقها فأنا صار عندي فضول أنه أنا أدخل على هالمجال يعني من الـ 2017 للـ 2020 يعني صار في عندي قوة وشجاعة أنه أنا بدي أشتغل يعني بدي أجي يعني كان عندي هدف أنه أنا بدي يعني مثلا أشيل سلاح أخوي أو أنا أشيل أمشي على خطة استشهاد أخوي صار عندي قدرة فانضميت على حركة المرأة بالـ 2020 شهر الأول انضميت على حركة ما كان عندي هديك الشجاعة بصراحة بعد الـ 2020 شفت شقد المرأة أخذ مكانتها إن كان بالقوات العسكرية ولا كان بالقوات المدنية ولا كان دبلوماسي ولا بالمؤسسات ولا بأي مكان يعني بصراحة شفت إنه هاي الشجاعة أنا لازم كمان تكون عندي بنفس الشجاعة تباحة فأنا استمرت والحمد لله إنه يعني شجاعتي قوية يعني وأنا واثقة بحالي إنه ماشي على خطأ إنه أدافع على أي مرة بتكون مظلومة أو بتكون ما في حدقة معتدي عليها بحقوقها أو بواجباتها فهذا الشي بيخليني حافظ لأي مرة عربية أنا بتمنى إنه كل النساء العربيات يكون عندهم شجاعة والعادات والتقاليد نحن كلياتنا عم نمشي على العادات والتقاليد بس أتمنى إنه تمشي على خطأها إنه حقوقها ما تروح والله يعني مثل ما يقولوا الشغلات اللي خلتني تكون شجاعتي قوية إنه عم شوف هالأمهات أمهات الشهداء شلون إنه أولادهم وضحوا بأولادهم ولسه عندهم شجاعة خلتني اللي يكون هاجس قوي وإني أنا كمان عمشي على هالخطة 2011 أنا عم شوف إنه مثلا القوات العسكرية من كان من أصايش أو يبجي إنه في بنات عم ينضموا إنه عم يقوموا بواجباتهم كنساء إنه أنا في عندي كرامة في عندي مثلا إرادة أنا بدي أشوف حياتي يعني بكفي ظلم يعني عم شوفهم أنا من بعيد عم يجيني هاجس إنه أنا ليش ليش ما أصير مثلهم يعني ليش ما يعني أكسر هالهالحاجز اللي بيكون من العادات والتقاليد إنه أنا بدي أفوت على هالمجال يعني ضل في عندي تردد يعني يعني ضل التردد عندي من الـ 2011 للـ 2020 هذا الشي خلاني أشوف شلون بيقولوا دار المرأة يعني بتحل مشاكل للنساء وبتحل مشاكل الضعيفات والمظلومات يعني في ناس عطت إيجابي وفي ناس عطت سلبي فأنا لما شفت إنه أنا بشوف يعني الإنسان لما بيشوف العالم بتتغير وجهة نظره أنا شفت إنه إنه كلهم عم يدافع عن المرأة يعني كان بالقوات العسكرية عم يدافع عن المرأة بالقوات المدنية بالمؤسسات عم يدافع عن المرأة ليش؟ لأنه القائد عبدالله أوجلان يعني خصص المرأة بكل المجلدات اللي هو والكتب اللي هو عم ينشرها فالمرأة هي نص المجتمع وإذا عم تولد وتربي أجيال فهي كل المجتمع فنحن كمكون العربي كان كل حقوقنا رايحة يعني لا عم يعتبرون نص مجتمع ولا بيعتبرون أنه كامل المجتمع يعني شغلنا ضمن البيوت وضمن العيلة وبس يعني شغل البيت يعني فهذا الشي خلانا أنه يكون عندنا هدف أنه نحن لما نشوف هالنساء اللي عم يدافع عن حقوق يعني رفقاتهم أنا كما صار عندي هاجس يعني أي بنت هلا أي مؤسس يتروح عليها في بنات في بنات عربيات أنه هدفهم أنه يطلعوا منها العادات والتقاليد 2020 الشهر الأول أنا انضميت على حركة المرأة بصراحة أنه أنا صارت نظرتي غير يعني صار في عندي قوة وصار في عندي جراءة وصار في عندي هاجس أنه أنا أي بنت أو أي مرأة أنه في حدا عم يتعدى على حقوقها أو في حدا أنه عم يعتدي عليها كجسدي أو لفظي يعني بصراحة نحن أنا شايف حالي أنه أنا مسؤولة على كل النساء المظلومات فعني نظرتي من بعيد كانت قبل 2020 كانت كيف وبعد ما أنا انضميت صارت كيف فعني بصراحة أنا كتير مبسوطة أنه أنا دخلت على مجلس مؤتمر استار حركة المرأة عم يدافع عن كل النساء بدون استثناء إذا كان مكون مسيحي أو كان عربي أو كان كردي يعني ما في مثلا تفريقة يعني كان يقولوا أنه مثلا الكردي في عنده تفريقة على العربي بس هذا الشيء أبدا ما نموجود نحن كمكونات مع بعض عشنا فهذا الشيء يعني الفتنة ممنوعة عننا مثلا العنصرية ممنوعة عننا عم شوف حالي أنه أنا مننوا فيهم وهني مني وفيه فأنا بتمنى أنه أي مرأة مظلومة يعني فيها هلا تقوم وتدافع عن حقها وتدافع عن عن يعني العادات والتقاليد نحن ما نمتبرين منها بس أنه تدافع عن حقها وندافع عن كرامتها يكفي أنه الزلم من وقت ما نحن خلقنا وهني عم يدوسوا بكرامتنا وعم يعنفونا وعم يضربونا وعادات والتقاليد كله عماشي على العادات والتقاليد بس هذا الشيء دائما أنه هو عم يأزينا نحن فبعد ما نضميت يعني بصراحة أنا شايفي حالي أنه أنا مرأة لكل النساء العربيات وبتمنى أنه كمان هني يعني يعطيهم حق أنه يدافع عن حقهم ويدافع عن كرامتهم حركة المرأة بصراحة أنه اجت عالجرح يعني مثل ما بيقول أنه كان هدفنا أنه يجينا حدا يعني يحمينا فالله يحمي القائد وإن شاء الله الله يطوله بعمره عطانا هذا الحق اللي نحن من أي مرة بتتمنى بالنسبة لجميع النساء أنا بتتمنى أنه مثلا أي مرأة بتشوف حالة أنه هي يعني عندها قدرة أنه مثلا تكون مكان معين يعني بتمنى أنه تغطي هالخطوة وتتوظف يعني مو أنه بس الكار العسكري فيه كار مدني نحن يعني بهذا الشي هي عم تقوي جسارتها عم تقوم بواجباتها أنه أنا مرأة عم دافع عن حقي عم دافع عن كرامتي يعني حركة المرأة فاتحة بوابة لكل النساء يعني اللي بتتمنى أنه تكون هي بمكان بالمجتمع خليها تغطي هالخطوة أنه تتوظف وتشتغل وتصرف على حالة وتطلع منها الهاجس يعني هاجس الخوف والمثل ما بيقول أنه يعني ما عنده إرادة خليها تقوي إرادتها خليها تقوي عزيمتها وشجاعتها أنه تقوم بواجباتها ويعني أنا يعني مع كل النساء أنه يقوموا هالقومة مثل ما يقول أنه يقوموا بقى يتحركوا يشتغلوا يقوموا يصرفوا على حالهم بلا ما نيت الرجل يعني خليهم يجوا يتوظفوا اللي عندها مثلا شهادة خليه تتوظفوا بشهادة اللي مثلا عندها صوت اللي عندها رسم يعني فيها تقوم بأي مكان فيه مؤسسات بيدعموا هاي الشغلات يعني بتمنى أنه هي كمان تقوم يعني تشوف حياتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر